عبر السمع من أصحاب الفئة المكفوفة حياكم الله جميعاً انطلاقاً من أنت لمن لا يعرفك يا وليد؟ أخوك الصغير وليد قشران الزهراني تكلمت عن تخصص كثير أنا أخصصي علاج طبيعي وإنسان طموح الموهبة وينها من ضمن التعريف؟ طموح طموحك هو موهبتك؟ طموحي في النجاح النجاح في أي مسار؟ في الكتابة والتمثيل خصوصاً وفي أشياء كثيرة وعدة مجالات إذا موهبتك التمثيل أو الكتابة؟ التمثيل والكتابة وصولاً بها إلى نجاح عظيم إن شاء الله حول اللا وقوته هوس الشهرة والظهور والوصول متى نشأ مع وليد ومتى رافقة؟ هو ما فيه هوس للشهرة صراحتاً الهوس كله منصب على النجاح إن شاء الله بحول اللا وقوته الشهرة يعني مطلع الناس كثير بس أنا أعتقد أنه ما عندي هوس للشيء هذا أنا عندي هدف وهوس أني أكون ناجح إن شاء الله ويندرج ضمن النجاح هذا أن الوالد والوالدة وأخواني والمقربين مني يفتقرون فيه وليد وهو ممكن نشوف وليد؟ في اللي يكتب ربي بحول الله وقوته طموح وليد وين يبغى؟ أني أمارس الشيء اللي أنا قاعد أقدمه بشكل احترافي أكثر اللي هو التمثيل؟ التمثيل والكتابة التمثيل في كافة المجالات؟ ولا عندك مجال معين؟ لا في كافة المجالات في أي نوع من المجالات أنا أحس أني أقدم فيه الشيء الجيد إن شاء الله مزح وليد ثقيل